طبعاً لأنه أولاً النادي الأهلي كبير النادي الأهلي عنده تاريخ كبير في أفريقيا وفي الشرق الأوسط أكبر نادي أولاً نادي الكارن أكبر نادي فايز بالبطلات مسلماني أيضاً مدرب كبير في أفريقيا خد دوري أبطال أفريقيا مع سانداونز 2016 خد سوبر أفريقيا مع سانداونز وبعدين كمان مسك منتخب جنوب أفريقيا كمساعد مع كارلوس أربيرتو بريرا في كاس العالم وفي نفس الوقت كمان مسك فترة لوحده قدر يفوز على المنتخب مصر فاللي أنا عايز أقوله أن الاسم كبير مسك مع كارلوس أربيرتو بريرا في كاس العالم 2010 في كاس عام لما جنوب أفريقيا نظمه وتعاقده مع كارلوس أربيرتو بريرا وكان مسلماني مساعد معها ثم بعد ذلك مسك هو في 2012 اللي أنا عايز أقوله أن الحدث طبعا زي ما قال الكابتن علاء الحدث كبير نادي الأهلي كبير في أفريقيا وأيضا جنوب أفريقيا زي ما أنت قلت الارتباط بجنوب أفريقيا كبلد وأفريقيا عمتا بالنادي الأهلي وبمصر دي حاجة كبيرة جدا إحنا توجه طبعا من فترة لو أنت هتتكلم على التوجه حتى على المستوى السياسي الرئيس بالكواد طبعا يعني رئيس الجمهورية طبعا لا أنا أتكلم على رئيس سيسي يعني سيسي عمل توجهات وعمل رجوع لأفريقيا تاني وبدأ يجيب أفريقيا ودول أفريقيا يقربها تاني المصر ده سياسة باينة جدا للشعب وباينة جدا للإنسان البسيط في الشارع أيضا خروج رئيس جنوب أفريقيا وتدعيمه للمسلماني أنه هيتولى والكلام اللي قايله كمان فيه يحمل شرف للنادي الأهلي أنه مدي بريستيج ومدي وضع للنادي الأهلي والمصر عموما فكل ده بيلقي بزلاله على الأهمية أو على دي أهمية الرياضة كمان يا كفر يسوف ده دي القوى النعمة طبعا زي ما يقوله فعمل يعني تغطية كبيرة جدا بالنسبة لأفريقيا بالنسبة لأنا شايف الفترة اللي جاية هيبقى فيه اهتمام غير عادي بالدور المصري في جنوب أفريقيا أيضا هيبقى فيه دول أفريقيا عموما هتهتم جدا بالنتائج النادي الأهلي الفترة اللي جاية هي طبعا متابعة وعرفة وعرفة النتائجه كويس جدا وعرفة دي هو بيلعب دور كبير جدا في أفريقيا لكن على المستوى المحلي كمان أنا شايف يعني التعاقد يعني في وقت طبعا صعب جدا فاحنا لازم ندعم لازم ندعم موسيماني أنا عايز أقول حاجة موسيماني عنده خبرات كبيرة جدا واشتغل في أفريقيا وعنده مشروع كبير جدا كان مع سانداونز عمله وخد سانداونز من مكان لمكان تنخل لكن احنا برضو لازم يكون عندنا وعي لأن النهاردة زي ما قال الكابتن علاء ما فيش النهاردة تقدر تطلب من مدرب أن يجي في 14 يوم يعمل فكره ويطبق الفكر بتاعه أنت عنده مبارات الودات بعد 14 يوم صحيح اللعيبة هتساعده أيها اللعيبة هتساعده ومعروف أن لعبة النادي الأهلي على جميع الأجيال بتساعد المدير الفني ودي ميزة النادي الأهلي الإدارة هتساعده طبعا هتساعده لكن احنا بنتكلم على أن احنا نصبر على الراجل نتدي له فرصة التعاقد لمدة موسيمين فندي له فرصة كاملة عشان يقدر يطلع الانتاج بتاعه ويقدر يعمل لو شايف هو وجد نظره في بعض الأماكن في بعض المواصفات بتاعت اللعيبة هو ليه نظرة معينة وليه مواصفات معينة في اللعيبة فأعتقد أنه هو ممكن يبدأ يعمل تدعيمات بسياسته هو وبنظرته الفنية اللي هو شايفها هتقدر تنفس فكره وخلي بالك إحنا نعايزين برضو نبرد سوية موضوع أن بعض الجمهور الندي الأهلي طبعا هي مبسوطة للاختيار الجديد ولما عرفت الاختيار وقيت لك ده عنده خبرات يبقى الرجل ده على طول جاي جايب لنا كاس في يده فالفكر ده عند غلبية جمهور ندي الأهلي طبعا بالعكس يا كابتن أيمان أنا عايز أقول لك على حاجة الجمهور النادي الأهلي جمهور واعي وجمهورة عنده يعني وعي كويس قوي وعنده قدر من الفنيات بشكل يعني كويس جدا النهاردة عشان تجيب مدرب وتحمله نتائج ريبة جدا ده صعب جدا النهاردة عشان تحكم على اي مدرب وتبدأ تتعامل معاه ان يبدأ حتى تأثيره يبانى عندك ده مش قبل 3-14 وقبل ما بيجهز لعيته ويبدأ يحط الطباعة بتاعته ويحط اختياراته ويبدأ السياسة بتاعته تبان فمش قل من 3-14 ده حاجة معروفة جدا فاللي انا عايز اقوله الجمهور الاهلي جمهور واعي وجمهور عنده خبرات كويسة جدا اللي انا عايز اقوله كمان ان الاختيار بالنسبة المسلماني من جوه افريقيا وبالتالي هتسهل عليه شوية حتة انه هو يلعب مع الوداد هيلعب معه ان شاء الله في حالة الفوز مع الكسبان من الرجاء والزمالك فهو قابل الفرق دي قبل كده يعني لعب مع الزمالك قبل كده لعب مع الاهلي قبل كده لعب مع الوداد قبل كده فعنده دراية بالفرق عنده دراية باللعيب بتاع شمال افريقيا انت النهاردة اللي اربع فرق كلهم من شمال افريقيا واحنا والمغرب هتلاقي مواصفات الشبه كبير جدا اه الشبه كبير جدا لعب شمال افريقيا لعب مهاري لعب عنده زكاء التكتيكي جوه الملعب لعب يقدر ينفذ ادوار تكتيكية مختلفة بيعتمدش على التقوين البدني القوي وبالتالي لعيبة شمال افريقيا الراجل هيقدر بحكم انه هو لعب مع شمال افريقيا كتير فهيقدر يتعامل مع الجزئية دي نتمنى له التوفيق لازم ندعمه لازم عندنا وعي ما نحكمش بسرعة على التجربة وندعم الراجل وانا عجبني جدا ان تعاقد لموسمين احنا من فترة طويلة جدا كنا دايما نعمل تعاقد لمدة موسم لكن موسمين بتدي استقرار بتدي فيجين لقدام يدى يحط الاستراتيجية والمشروع بتاعه عشان بعد كده نجني ثمار هذا التعاقد ان شاء الله موسمين والحمد لله زوجته جيت معه انا عرفت ان هو زوجته مديرة اعماله يعني زوجته مديرة اعماله ودي حاجة بصقة يعني انا عايز اقول حاجة احنا دايما عايزين نخش في الاساسيات انا انا يعني مش مش عايز اتكلم عن ميستر فيرر لا طبعا لا مش عايز اتكلم ميستر فيرر ادى كل ما عليه لكن انا ضد ان اكون مدرب محترف وحط يعني شروط لا مش حط شروط احط اسباب اسباب وهمة اسباب مش قوية انا النهاردة مثلا ما ينفعش تقول اصل انا زوجتي مش عايزة تيجي اصل انا زوجتي مش حابة مصري الكلام ده انت معروف من الاول ان انت هتعاقد مع نادي مصري لمدة موسم يعني فيه حاجات يا كابتن لما بتيجي تتعاقد في الاول ما ينفعش ان انا اجي بعد كده اقول اصلها مش حابة مصري او مش حابة تيجي الكلام ده مش منطقي او انا هروح هروح هناك وبعدين باخد اتشاور معاها الكلام ده كله في الاحتراف مالوش مكان انت انت النهاردة فيه نادي مرتبط بيه والنادي ده عنده مسؤوليات امام جماهيره وانت كمان كمدرب محترف خلي بالك المشيان بتاع فيلر هيأثر على 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 التقييم بتاعه كمدرب محترف وعا السيفي بتاعه ونفس الوقت برضو بالنسبة الكارترون هو بص ممكن تعمل الحركة او التريكة الي انت عندك او 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 مثلا واحد ادك فكرة وعايز تعملها زي مثلا الكارترون صحي الصبح يدفع الشرط جزائيه وميش هتفضل في السي في بتاعك وهتأثر عليك لاحقا ممكن دلوقتي اه نادي عايزك بس هتشوف بعد كده في المستقبل هتبص لها باصل لكن لما تحترم تعاقداتك وتحترم التزامات بتاعتك ولما يخلص عقدك خلاص يبقى النادي حتى اللي انت رايح له نادي عارف ان انت ملتزم بعقدك وراجل يعني بتنفذ وبتحترم كلمتك وبالتالي هيبقى فيه استقرار في التدرج او الشغل بتاعك بالنسبة للتدريب